لم يعد شرط رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران العائق الوحيد أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي طلبوا إيران إزالة الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب بات أولوية إدارة الرئيس الأمريكي تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق النووي ما يشير إلى أن واشنطن تبحث جديا رفع الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب وهو ما كشفته صحيفة Wall Street Journal الأمريكية أن العقبة الأخيرة أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني هي رفع اسم الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أنه ليتم التوصل لاتفاق النووي مع إيران إذا لم يرفع اسم الحرس الثوري من قائم الإرهاب لا يمر هذا الشرط مرور الكرام خصوصا لدى حليفة الولايات المتحدة إسرائيل ما يولد انقساما بين الولايات المتحدة وحلفائها وفق الصحيفة الأمريكية مصادر صحفية أفدت بأن إدارة بايدن أبلغت إيران عبر الوسيط الأوروبي استعدادها لرفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه بشرطين أولهما العمل على تخفيف التوترات الإقليمية وأيضا استثناء فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس من أي قرار مماثل لأن وضعيته مختلفة والعقوبات المفروضة عليه جاءت قبل انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 لا يرحبوا حلفاء الولايات المتحدة ومعارضوا طهران وعلى رأسهم إسرائيل بهذا الطرح حتى أن الأخيرة لم تستبعد التحرك منفردة للتصدي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني في المنطقة ترجمة نانسي قنقر